السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة وكنتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتبا كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولعجبكم ما تنسوش اللي يجدد على القناة تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الاشتراك باش دائما ان شاء الله توصلوا بجديد واللي قدم على القناة كان قول لكم ديروا لايك الفيديو باش يطلع لي الفيديو ان شاء الله وبسم الله على بركة عللا عندي واحد الكمية ديال البطاطة عندي هنا ايا واحد الحجم ديال كيلو ديال البطاطة انا عندي هد البطاطة اللي كتكون بحل هكا صغيرة وكن ننقيها بعدما اغسلته زيان بعدما كننقيها Cنقطعها هكا صغيرة لان لكتعدينا البطاطة كبيرة كنقدرو نقطعوها على جوج على باش كندروها هيك على اسك فريتس ولكن كان صغيرة كندرو لي ان нашنا محتاجين بحل هك أفريتس دياني يكون شوية قصير ما تكون cole هدل الطاطة تكون طويلة. غادي نديرها في الماء وغادي نخليها. بسم الله هنا يا غادي نجيب كاس اللي غادي نعبر بيد دقيق. انتم ما ركت تعبره الكمية اللي بغيته. هنا يا غادي ندير جوج كيسان ديول دقيق راه كافيين. عندي جوج كيسان كبار ديول دقيق. الكاس هنا كيسوي مية وستين غرام يعني عندي جوج كيسان كمية وعشرين غرام. كندير شوية ديال الخميرة وحد نصف معلقة. نزد هنا. زد شوية. وهنا يا كندير الملحة بالطوق. وكندير واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال سكور عفوان سكور سانيدة. هنا عندي المعلقة صغيرة ديال الشاي. وكندير واحد ربعة جرام ديال الخميرة الحلوة. صافي وكندخلط دقيق. مع هل المكونات. كنجيب الزيت البلدية او زيت الزيتون. كندير حسب ثلاثة المعالقة ديال زيت الزيتون لانه كي نسم هاد العجينة صافي وغادي نبدأ بحال هاكا كان عجن انا جيب تكس ديال الما اللي عبرت به الدقيق. غادي نعجن بيه. احنا ضغيها كنجمعوها ما كنتعطلوش فيها وكنخليوها شوية ما قاصحة مرتبة ما كنخليوهاش قاصحة بالساف. وما تكونش عو تاني مطلوقة باش كنتجمع لينا. نستمر على العجينة ديالنا حتى كنجمعها. احنا هاد الكسره هو اللي درت في الدقيق. صافي وكنجمع العجينة ديالنا. حلقة كندلكها. نستمر عليها. كيف ما ذلك لكم ما راهم ما كندلكوهاش بزاف. صافي كنجمعها. هنا كاس شاطة شاطة تتمنى واحد اللي معي يلقى بحال هاكا. يعني راها كاس كافي ديال المدافي. نغطيها ترتاح. وغدين نرجع للطاطة ديالنا. نقليها بعد ما سخن الزيت. صافي الزيت تسخن. انا دلتها هنا في الشبكة. يلا عندكم مقلة عادية راها كتستطرميوها وكتقلو البطاطة راه الكل كيعرف يقلي البطاطة. غدين قادل البطاطة ديالنا فالاكو وغدين خليها ارتقلة. العافية متوسطة صافي را تقلط البطاطة. نحيد هاد القلية وغدين دي القلية الاخرى. صافي وكان نرجع للطاق ديالنا. عفو اللي عجينة ديالنا. هي ارتاحة. را كترتاح. را ما دلك نهاش. ما تمحناش معها. لعنني كتجي سهلة هاد العجينة. اسهل عجينة كتجي بحال هاكا. صافي وغادي نسرحها بالمثلك. ثم اشفتو معايا را هاكا تجي. مرتاحة وكنستعنو بالدقيق باش ما تلصقش. كنقادة هاكا على شكل كاري. على شكل مربح. وكنرققها. طرور ما كنرققوها. ستمرو عليه بحال هاكا. حتى كنسرح العجينة ديالنا. وكنقطعها بحال هاكا من الجوانب. صافي وغادي نقطعها هاكا على ربعة. هناك تقطعنا ربعة. ديال مربعات. وغادي نجي المربع بحال هاكا. كندير مطيشة عندي هنا يا جاهزة. كندير شوية ديال البطاطا. ما قلت لكم بطاطا كتكون قصيرة بحال هاكا. كتجي على القيس ديال مربع. معليش هنا يا تتعود لي الفيديو. كندير شوية ديال البطاطا. وغادي ندير. ثم كتمنت لكم بطاطا ستكون قصيرة باش كتجينا هاكا مقدم على المربع. كندير شوية ديال طون. كنفتت بحال هاكا الطون. انا عندي طون ديت الزيت. غادي ندير هاد الجبن اللي كيكون بحال هاكا مربع. ديالساندويشات. وكان طوي. وغادي نطوي بحال هاكا. وكان زيد نطوي من هنا يا. وكان طويها بحال رغيفة بحال هاكا. وكان سدها. باش ما كتتحلش لينا. هنا اللي بغتي تدروها كبيرة كتدروها كبيرة. أنا كتعجبني بحال هاكا تكون صغيرة مقدودة. غادي نزيد منعاكم الثانية. وكان قادها بحال هاكا. بعد ما كتتحل بحال هاكا العجينة كترجع. كان عودوا وزرحوا هاكا بالمدلك. كندير ماطشة. كندير البطاطا. كندير الطون. غادي نزيد. هاد الجبن ديالساندويشات. وكان طوي. كنسد عليها. نزيد معاكم الثالثة. وجربوهم ورطوا عليها في التعاليقرة كيجوا ولداد وكيجوا رائعين. وحال هاكا نعتمدوهم في فرمدان. كشهيوات بحال هاكا نوجدوهم في فطور. أو كان وجدوهم صحور بحال هاكا. كنزيدو الجبن. كان طوي بحال هاكا. وغادي نطوي من هنا. وكنسدها مزيان بحال هاكا. ضروري ما كنضغط عليها بحال هاكا. وكنسدها. ونقرص العجينة باش كتسد. صافي كنستمر عليه حتى كنكمل الكيمية اللي عندنا كاملين. هنا هاد العجينة را خرجت لنا عشرة ديالساندويشات. وكندير واحد شوية ديالساندويشات. وكندير فيه شوية ديال فلفلة حمرة. أو البابريكا. او كتقدروا تديروا البيض. انا ما موجودش عندي هنا يا البيض. صافي غادي ندهن بحال هاكا. حتى الزيت تهوة كيحمرهم. وهاد البابريكا كتطعموا هاد النسمة لديدة. وكيجوا محمرين. كند ها الكيمية اللي عندنا كاملة. مضغية كنوجدوهم. حلا كتكون عندنا الطاة طمقلية او هادا كنصيبوهم. مما كتتعطلش هاد العجينة ومما كنخليواش حتى كتختامر. صافي كنصيبوها. ديك الساعة كندخلو الفران. كندخلو على درجة الحرارة. ميتين. كنخليهم كنطايا نشعلو عليهم الفوق والتيحت كي طيبو. صافي هنا يا دهنتهم. وغادي ندخلهم الفران. بعد ما دخلتهم الفران هنا خدو معانا عشرين دقيقة. وطابوا. هتو ما شفتوا كيفاش طيب ديالهم كيجيهم حمرين. وكيجيو لداد. وكيجيو من اروع ما يكون. غادي نحطهم صح متقديم. هنه دلت معكم الكمية قليلة. اذا بغيتوا تضعفوا المقادر كتضعفوا المقادر. او نوجدهم هكا في صندويتشة لوليداتنا مني كيجوا في الندراسة في العشية بتيكونوا موجودين. وغادي نقطع معكم واحدة باش تشوفوها. كيفاش كتجي من الوسط ديالو كيجي رائع. بسم الله. نقطع لكم. والعجينة ديالهم كالجيه شيشة ومقادر شاو. كالجي رائعة. كيفاش كيجيوا. ما تنسوش اللي اعجبكم في فيديو. ما تنسوش شاركو في القناة. قناة. والضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توصلوا الجديد. واللي اقدم على القناة كان نقول لكم شكرا على التعاليق الزوينة ديالكم. وشكرا على الدعم ديالكم. وغادي نخلكم الصور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.